السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً أبنائي وبناتي الطلاب سعدت بلقائكم اليوم سوف أقدم لكم اليوم مادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول معكم وعلمتكم حصرمح نستعرض سوياً قوانين التعلم عن بعد أبحث عن مكان هادئ للتعلم أجهز اللابتوب وجهاز الجوال للإستعداد للدرس أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيد حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع درسي لهذا اليوم هو الممتلكات الشخصية الممتلكات الشخصية الهدف العام معرفة الممتلكات الشخصية الأهداف الخاصة أن يعرف الطالب والطالبة على الممتلكات الشخصية أن يعرف الطالب والطالبة على طريقة المحافظة على الممتلكات الشخصية ما هي الممتلكات الشخصية يا أبنائي ما هي الممتلكات الشخصية سوف أعرض لكم مجموعة صغيرة من الممتلكات الشخصية ماذا نمتلك يا أبنائي ماذا نمتلك ماذا ترون هنا هنا نمتلك الملابس هنا نمتلك الملابس هنا ممتلكاتنا الشخصية يجب ماذا المحافظة على الملابس المحافظة عليها وعلى نظافتها وماذا نمتلك يا أبنائي كذلك ماذا نمتلك هنا الفرشات والمعجون هنا الفرشات والمعجون لنظافة الشخصية هنا هذه ممتلكاتي أحفظها وضعها في المماكن المخصصة لها يا أبنائي وماذا نمتلك يا أبنائي كذلك الألعاب هنا ألعابنا نحافظ عليها يا أبنائي نحافظ على ألعابنا وكذلك ماذا نمتلك أحسنتم يا سيارة هنا ألعابنا نحافظ عليها نضيع ماذا نفعل نضعها في الأماكن المخصصة لها أحسنتم وكذلك ماذا نمتلك يا أبنائي هنا نمتلك هنا الكتب هنا ممتلكاتنا الخاصة نحافظ عليها من التلف وضيع نحافظ على ممتلكاتنا أين أضع الكتاب؟ هل أضعه على الأرض؟ أضعه على الطاولة وكذلك أضعه في الحقيبة أضع كتابي في حقيبتي بعد الانتهاء من الدرس أضعه على في حقيبتي يا أبنائي وكذلك ماذا أضع في حقيبتي؟ الدفاتر والكتب أحسنتم أحافظ عليها أضع الكتب والدفاتر في حقيبتي هنا الممتلكات الشخصية هنا الأدوات الصحية والأدوات الشخصية وكذلك الألعاب وأدوات المدرسية هنا ممتلكاتنا الشخصية ما هي الأدوات الصحية؟ ما هو؟ هنا؟ هنا؟ المنشفة أحسنتم يا أبنائي وكذلك الفرشات والمعجون وكذلك الفرشات والمعجون وكذلك المشط لتمشيط الشعر هذه ممتلكاتي الصحية وهناك أدوات الشخصية أحافظ عليها مثال الثوب أحسنتم وكذلك الساعة أحافظ عليها يا أبنائي من الضياع وكذلك الفستان للبنات والحذاء أحافظ على حذائي وأضعوا في الأماكن المخصصة له وأحافظ على نظافته أحسنتم طلابي وطالباتي وكذلك ما هي الأدوات المدرسية يا أبنائي؟ ما هي الأدوات المدرسية؟ فكروا ماذا نحتاج في المدرسة؟ ماذا نحتاج؟ الحقيبة أحسنتم الحقيبة أحتاج الحقيبة وأقلام التلوين والدفتر وكذلك المقلبة والكتاب أحافظ عليهم أين؟ في الحقيبة أحافظ عليها أين؟ في الحقيبة يا أبنائي والألعاب هناك مجموعة من الألعاب لدينا هل نعرضها للضياع والتلف؟ هل نكسوها؟ أحسنتم لا أحسنتم ما هي الألعاب التي لديكم؟ السيارات الكرة الدمية الطائرة والعديد من الألعاب نحافظ على ممتلكاتنا الشخصية هنا أحدد الصورة التي تدل على المحافظة على الممتلكات الشخصية الصورة الأولى ماذا ترون؟ هنا ترون الكتاب الكتب فوق الطاولة وهنا الكتب تحت الطاولة أين التصرف الصحيح؟ هل هو فوق الطاولة أم تحت الطاولة؟ هل أرمي كتبي على الأرض؟ لا أحسنتم أضعها على الطاولة وأين أضعها كذلك؟ في حقيبة أحسنتم هنا أحدد الصورة الأولى هنا نحافظ على ممتلكاتنا الشخصية هنا ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ سأريكم يا أبنائي ماذا ترون هنا؟ ماذا ترون؟ هنا ثوب هل الثوب نظيف؟ أم متسخ؟ فكروا هل هو نظيف؟ أم متسخ؟ هو متسخ هو متسخ بماذا؟ بالألوان هل أرسم على ملابسي؟ لا أحسنتم هنا أحافظ على ملابسي لماذا أحافظ على ملابسي؟ ليبدو شكلي نظيف أحسنتم هل كذا ثيابكم يا أبنائي؟ هل نفعل كذا بثيابنا؟ لا أحسنتم سأريكم الثوب النظيف ماذا تريد من ثيابكم؟ هل تريد الثوب النظيف أم المتسخ؟ أحسنتم الثياب النظيفة الجميلة أحسنتم هنا ما نحدد هل هو الصورة في الثوب المتسخ أم النظيف؟ ماذا؟ الصورة الأولى أم الثانية؟ الأولى أحسنتم الأولى الثوب الصورة الثانية النظيف الأولى متسخ الأولى متسخ طريقة المحافظة على الممتلكات الشخصية هنا ماذا ترون؟ هنا فواز يرتب سريرة هنا أحافظ على ممتلكاتي بترتيب السرير ترتيب السرير أرتب السرير أرتب سريري وأحافظ على ممتلكاتي الشخصية أضع أدواتي المدرسية ماذا؟ أي في الحقيبة أضعها في الحقيبة أضعها أي في الحقيبة هل أرميها على الأرض لا أحسنتم أضعها في الحقيبة والأسنان كيف أحفظ عليها أسناني تبدو نظيفة أستخدم ماذا؟ ماذا ترون في الصورة؟ الفرشاد والمعجون وكذلك المسواك لتبدو أسناني نظيفة وجميلة وقوية أحافظ على نظافة ملابسي هل أكتب عليها؟ لا أحسنتم يا أبناء لا أكتب على ملابسي ولا أمزقها وأهتم بنظافتها وكذلك ماذا ترون هنا؟ هنا الخزانة نظيفة أرتب خزانة ملابسي وأحافظ على أغراضي في خزانتي وكذلك هنا ماذا ترون هنا؟ هنا أنظف الحذاء أنظف حذائي أهتم بنظافة ممتلكاتي الشخصية أداب المحافظة على الممتلكات الشخصية هنا عدم ترك خزانة الملابس وبعثرة رأينا في الصورة الخزانة كانت نظيفة وكذلك أريدكم أن تحافظون على خزانتكم الملابس مرتبة عدم رمي ممتلكاتي على الأرض؟ هل أضع كتبي ودفاتري على الأرض؟ لا أحسنتم وضع الفرشات والمعجون في المكان المخصص لها في دورة المياه أحافظ على كتبي من التلف هل أمزق كتبي؟ هل أمزق كتبي يا أبنائي؟ لا أحسنتم أحافظ عليها في الشنطة أحسنتم عدم ترك الكتب مباثرة ترك كتبي مباثرة في الغرفة؟ لا أحسنتم أرتبها في أماكنها المخصصة لها يا أبنائي هنا لدينا نشاط رقم خمسة أحضر الكتاب تتبع المتاهة للوصول للمكان المناسب للمحافظة على ممتلكاتك الشخصية ملابسك هنا لدي خزانة في الصورة والصورة الأخرى تحت هنا الملابس هنا أتتبع المتاهة للوصول إلى ممتلكاتي الشخصية أي ملابسي أمسك القلم أمسك صحيحة وأكتب أضع خط وأوصل الدالوب بملابسي النظيفة هل انتهيتم؟ أحسنتم يا أبنائي هنا رشاط رقم ستة لون الصورة التي تدل على المحافظة على ممتلكاتك الشخصية كتبك المدرسية هنا لدينا في الصورة الأولى الكتاب ممزق الكتاب ممزق هل كتبكم كذا يا أطفالي؟ لا نحافظ على كتبنا يا أبنائي الصورة الثانية الكتب كتب نظيفة ومحافظة عليها من التلف والتمزق ألون الصورة الأولى من الصورة الثانية فكروا الصورة الثانية أحسنتم نلون هذه الصورة باللون التي تريدونها والمفضل لديكم نلون صورة الكتب النظيفة المحافظة عليها هل انتهيتم؟ أحسنتم يجب مراعاة التالية عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطريقة يتم الاتفاق عليها معاً تجزيء هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها مراعاة قدرة وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب يجب أن يحافظون أبنائنا على ممتلكاتهم الشخصية تعميم هذه المهارة على أولياء الأمور ماذا؟ تدريب الطالب والطالبة على محافظة على ممتلكاتهم الشخصية من التلف والضياء قد وصلنا إلى التوصيات الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا وتبسيط الأهداف لهم إذا احتاج الأمر التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصص إلى البيئة ومن حولنا قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم كانت معكم معلمتكم حصرميح إلى اللقاء